أعلنت رئاسة أركان الجيش الأوكراني أن قوات روسية تقترب من كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية في تقدم يضاف إلى الهجوم من الجهة الشمالية الذي أعلن عنه في وقت سابق كانت القوات الأوكرانية قد أعلنت أنها تقاتل وحدات مدرعة روسية في منطقتين دايمر وإيفان كييف شمالي العاصمة كييف من جانبه أشار مستشار وزير الداخلية الأوكرانية أنتوان هيرشتيشينكو أن أوكرانيا تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على كييف اليوم ما يجعله أصعب يوم في الحرب من بين أصوات الساسة وسجال القوانين الدولية تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثاني لتصل على مشارف كييف التي باتت ليلتها تحت نيران الصواريخ الروسية ودوي الانفجارات ومع تزايد المخاوف الأوكرانية والغربية من مهاجمة العاصمة وتضاعف الهجمات الروسية المحددة ضد الأهداف الاستراتيجية والحكومية فيها أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة واستدعاء جنود الاحتياط خلال 90 يوما في جميع المناطق الأوكرانية استعداد عسكري جاء بالتوازي مع خيبة أمل عبر عنها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي منددا بموقف الغرب الذي اكتفى بفرض العقوبات على روسيا اليوم ندافع عن بلادنا بمفردنا كماما مثل الأمس ونرى أقوى دول العالم تنظر إلينا من بعيد العقوبات التي تعرضت لها روسيا ليست كافية لإخراج قواتها من أراضينا الرئيس الأوكراني دعا دول شرق أوروبا للتضامن مع بلاده ودعمها عسكريا في أعقاب تأكيد الولايات المتحدة بأنها لن تتدخل عسكريا بينما أشار حلف شمال الأطلسي النيتو إلى أنه لن يرسل قواته إلى أوكرانيا لدعمها بل ستتحرك بعض الوحدات لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل العسكري وبينما افتتحت الولايات المتحدة العقوبات على روسيا وتبعتها دول الاتحاد الأوروبي بدوغيه سهام العقوبات على قطاعات الطاقة والتمويل والنقل الروسية وتواعد الجميع بعزلة غير مسبوقة للقادة الروس حذرت موسكو برد شديد لهجة على هذه الإجراءات بل وتوعدهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد غير مسبوق في التاريخ كما جدد بوتين التأكيد على أن بلاده لا تنوح تلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذي يضم دونياسك والوهانسك داعيا للجيش الأوكراني لإلقاء السلاح إلى ذلك يتواصل النزاع وتتصاعد تداعياته الاقتصادية والإنسانية في وقت لم تلبث المنطقة والعالم فيه أن تضمد جراحها من ويلات جائحة كورونا واستضعوات دولية لخفض التصعيد والعودة للحوار لتجنيب العالم مخاطر قد لا يحمد عقبها شكرا